الاسلام سهل الزواج وصعب الطلاق تريت الزواج هذه حاجة الله سبحانه وتعالى جعلها في الإنسان ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الاسلام سهل الزواج هذه حاجة لازم تكون سهلة بدون تعقيدات حتى الناس لا يقعوا في الفساد وحتى يكثر الناس وحتى الحياة لا تكون صعبة وصعب الطلاق ليش لأن بعض الأحيان الإنسان يغضب في حالة انفعال يريد يطلق نقول له لا شروط موجودة إذا رعيت تلك الشروط ذاك الوقت إليك حقا نتطلق زيان إلى أن يروحون يهيئون الشروط يمضي زمان تشوف ثورة الغضب وفورة الغضب قد خمدت حتى كان صاير عصبي الآن هذه العصبية وهذا الانزعاج قد قل شوية جاءت ذهبت السكرة وجاءت الفكرة ولذلك قد ينصرف عن الطلاق أما بمجرد صار عصبي قال أنت طالق أنت طالق ثلاثان خلاص أسرة هدم هذا يخالف القرآن ويخالف سنة الرسول صلى الله عليه وآله لذلك من الشروط أن تكون المرأة في طهر إذا كانت في الدورة الشهرية لا طلاق صار عصبي يريد يطلقها حتى لو طلقها الطلاق باطل أن لا يكون قد واقعها في ذلك الطهر إذا كان قد واقعها يعني امرأة الآن ليست في الدورة لكن الزوج قد واقعها نقول لها لازم تنتظر إلى أن تجي دورة ثانية وتدخر بعد ذلك تطلقها فهذا هذه الفترة قد تطول أسبوع أسبوعيا شهر أقال أكثر في هذه الفترة ثورة الغضب وثورة الغضب وثورة الغضب تكون قد خمدت فيكون طلاق عن تفكير بشاهدين مقبولين يعني شاهدين عادلين والغريب أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم بنص القرآن يقول لمن اطلق أشهدوا ذوي عدل منكم والجماعة يقولون لا الشهادة مو مستحبة الإشهاد مو مستحب أنت بالبيت غضبت على زوجتك قلت كذا خلاص بل الأسوأ من ذلك يقولون لا يحتاج إلى قصد يعني إذا بدون قصد بشكل المزاح مثلا أو بشكل مثال قال أنت طالق لزوجته خلاص يقولون طلاق يقع عقود وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو